تعالوا نعد مدليات مصر حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 طيب مدليات بالجملة في ريال الأشرف زهبية الكاراتيه وزن تحت 68 كيلو جرام يوسف بدوي زهبية الكاراتيه وزن تحت 84 كيلو جرام وأيضا منتخب تنس الطاولة سيدات زهبية الفرق وعبداللطيف منيع فضية المسارع الرومانية وزن 130 كيلو جرام هيسم فهمي برونزية المسارع الرومانية وزن تحت 60 كيلو جرام وعبدالرحمن عمر برونزية المسارع الرومانية وزن تحت 67 كيلو جرام نور الدين حسن برونزية وزن 87 كيلو جرام بالمسارع الرومانية تأهل يحيى محمد نهاية منافسات وزن 65 كيلو جرام في المسارع الحرة يعني هياخد مداليا تأهل عمر ريدا نهاية منافسات وزن 74 كيلو جرام في المسارع الحرة يعني هياخد مداليا والمباريات غدا ان شاء الله كلهم ابطال كلهم حاجة فوق العظمة بشويتين ثلاثة اربعة ديف عليهم منتخب اليد العادي بتاعه العادي بتاع منتخب اليد الانجازات والروعة والانتصارات في مباراة مثيرة جدا النهاردة قدر يكسب المنتخب الايطالي تمانية وتلاتين خمسة وتلاتين حاجة ما فيش بعد كده روعة النهاردة ايضا منتخب الطائرة سيدات لاسف خسر من رومانيا تلاتة سفر وده بالنسبة لأحداث اليوم مدليات بقى الامس مبارح ريم احمد خدت فضية القراتية وزن تحت خمسين كيلو جرام واحلام يوسف خدت فضية القراتية وزن تحت خمسة وخمسين كيلو جرام عبدالله ممدوح خد فضية القراتية وزن تحت خمسة وسبعين كيلو جرام عمر علاء قورة خد برونزية القراتية وزن ستين كيلو جرام واحمد ايمن لطفي خد برونزية الكاراتي وزن تحت 76 كيلو جرام موضوع الكاراتي ده تحديدا محتاجي تدرس احنا متفوقين تفوق عظيم تفوق كبير تفوق كاسح في موضوع الكاراتي ده شفنا ده في الأولمبيات الأخيرة شفنا ده في كل البطلات العالمية شفنا ده في دورة ألعاب البحر المتوسط حاجة رائعة جدا احنا دلوقتي في الترتيب الثالث ب12 مدالية في جدول ترتيب المداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الجزائر وبعد تركيا وإن شاء الله مع الزيادة من الدهب بإذن الله نبقى في المركز الأول بإذن الله في الأيام اللي جاية نطلع المركز الأول خد بالك المراكز الأولمية دي اللي بيزودك فيها مش عدد المداليات بيزودك فيها عدد الدهب فنزود دهب إن شاء الله وربنا يكرمنا ونبقى في المركز الأول مع نهاية الدورة إن شاء الله طيب ده بالنسبة للوضع أو الترتيب أو اللي بيحصل في دورة ألعاب البحر المتوسط